أخطر الجبهات ورح تكون جبهة ساخنة جدا اليوم رح نسمع أكيد ضربات على القطاعات الأمريكية الموجودة في العراق أو في سوريا أو في قليم كردستان أكيد رح نشوف حزب الله أيضا رح يرون وهذا هو السؤال يعني كيف سينعكس ما حصل من تجدد للقتال في غزة على الوضع في العراق وكذلك فيما يتعلق بوحدة الساحات لا 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 أنا أقول لك مباشرة ترجع نفس الوضعية اللي كانت قبل هذه يعني هس أنت يعني أنا ما رح أبقى وياك كوي لكن انتظر في ساعتين ثلاثة خلي يصير الليل وتسمع مسيرة لو ضربت حليل لو ضربت عين الأسد لو ضربت هذه متوقع جدا وتوقع أنه الليل الحوثين يا أما يضربون درون يا أما يضربونهم ناقلة نفط أما لين ما معقول يأخذون لين تركنوا وحدهم يعني هس هي مشكلة هاي والله مشكلة يعني مشكلة حتى موقف حكومي ما يكون واضح في هذه الفترة يعني تعال أنت يعني ولو إحنا يعني مثلا أنا غير مؤيد غير مؤيد للضربات على أعتبار أنه أكد فاقية إطار سراتيجي بينه وبين أمريكا لكنه ولو إحنا على تماس ويالتحال ويالكيان الصيوني كان ممكن أنه نلف بعض العمليات اللي تكون مجزئة يعني ومؤثرة لكن أنا أقول لكم ما سيستهدفون أمريكا فاستنادا إلى قول حسن نصر الله واللي نعرفه بأنه أمريكا هي إسرائيل وأسرية إسرائيل هي أمريكا طيب قيل أن طائرات مسيرة يعني ضربت مخازن صواريخ للحوثيين في صنعام من قواعد ربما تكون إسرائيلية في جيبوتي أو إريتريا يعني هل سيرد الحوثيون على هذه الضربات هل نتوقع أن يكون تصعيد من جانبهم أيضا إضافة إلى تهديداتهم السابقة شوف أستاذي العزيز أنت لو تسألني يعني يعني مهتم كستراتيج ربما أمن سياسة هذه أخطر جبهة ممكن أن تفتح في هذا البقية يقولون جنوب لبنان لا جنوب لبنان يعني أيضا إسرائيل راح يتمارس يعني نفس أسلمها في القصف على البلدات وعلى بيروت وعلى الضاحية الجنوبية لكن هذا مضيق باب المندب هذا كارثة هذه مننا سير الحرب الحقيقية زيد لأنه ذول مستحيل أنه يسمحون بقطع الإمدادات ومننا أنت عندك التذكر كان التسليب وهذه في وقته يعني سلب الناقلات وغيرها وهس اليمنيين يعني تقريبا مسيطرين دي يروحون يجون ولا تنسب يعني عندهم تسليح كلش عالي عالي الدقة يعني حتى عندهم زوارق سريعة مسيرة زيد هذه شلون إذا فتحت هذه الجبهة صير حرب المدن وحرب هذه حرب السفن وحرب التعزيزات هذه الجبهة قوية وخطرة والحوثيين إذا مضربهم ما رح يسكتون يعني متعلمين على الحروب فما رح يسكتون حوثيين يعني أنا أتوقع بأنه ستكون إذا فتحت هذه الجبهة هي أخطر الجبهات ورح تكون جبهة ساخنة جدا